أخيراً وبعد مشاورات وتنسيق ومراجعة لقيود إغلاق البلاد كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن سلسلة إجراءات للتعامل مع فيروس كورونا بعد تجاوز مرحلة الذروة هذه الإجراءات المحدودة مرتبطة بشروط لإعادة فتح أجزاء من اقتصاد بريطانيا المشلول يجب التأكيد على أن أي شخص لا يستطيع العمل من المنزل على سبيل المثال في البناء أو المصانع يجب تجعل الذهاب للعمل ونريد أن يكون عمله آمناً الالتزام بالتباعد الاجتماعي في صلب استراتيجية الحكومة المشروطة لإعادة نشاط المجتمع والاقتصاد تدريجياً لكن اعتماد جونسون شعاراً في إنجلترا لا يتسق مع بقية مناطق المملكة المتحدة أثاراً زعاجاً وإرباكاً للناس حكومة بوريس جونسون غيرت شعار مواجهة فيروس كورونا من ابقوا في منازلكم لحماية الخدمات الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح إلى كونوا حذرين لسيطرة على الفيروس وإنقاذ الأرواح شعار لم يحدى بقبول سكوتلندا ولا إيرلندا الشمالية وويلز علينا أن نقوم بإيصال الرسالة بوضوح إلى أولئك الذين يحاسبون مسؤوليتنا وليس إرباكهم لذا فقد طلبت من حكومة المملكة المتحدة عدم نشر حملتها الإعلانية كونوا حذرين في سكوتلندا لأن الرسالة في سكوتلندا في هذه المرحلة هي ليست البقاء في المنزل إذا استطعت بل ابقوا في منازلكم باستثناء الخروج للأسباب الضرورية المعروفة من السماح بممارسة الرياضة أكثر من مرة ومزاولة العمل وإعادة فتح المتاجر والمدارس تدريجيا إلى تشغيل بعض الفنادق والأماكن العامة الأخرى خطوات تأتي على مراحل وبناء على إرشادات من المجموعة الإستشارية العلمية حول مدى السيطرة على انتشار فيروس كورونا وأعداد الوفيات والإصابات لذا اعتمدت الحكومة على النظام لتصنيف مستوى تفشي العدوى من خمس درجات سيحكم مدى سرعة تخفيف قيود الإغلاق كما سيتم فرض الحجر الصحي للقادمين من الخارج إلى البلاد لأسبوعين للتأكد من عدم جلب إصابات جديدة بفيروس كورونا مصطفى زارو الحدث لندن